أهلاً بكم أعزائي، سنتعرف في هذا الدرس على الدائرة وأجزائها، ونستخدم الفرجار لرسم الدائرة. أراد سامر أن يصمم ساعة دائرية الشكل من البوليسترين، وذلك لنشاط الرياضيات. والساعة تعد من الأجسام ذات السطح الدائري، مثلها مثل إطارات السيارات والعجلات الهوائية، وبعض شاخصات المرور والقطع النقدية المعدنية. فما هي الدائرة؟ وما عناصرها؟ وكيف نستطيع رسم الدائرة؟ لنساعد سامر في رسم الدائرة، يجب أن نتعرف على الدائرة وأجزائها. انظر إلى الدائرة المجاورة. يمكننا تعريف الدائرة بأنها خط منحني مغلق، مكون من مجموعة من النقاط تبعد نفس المسافة عن نقطة ثابتة. تسمى هذه النقطة الثابتة بمركز الدائرة، ويرمز لها بالرمز ميم. كل قطعة مستقيمة واصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة تسمى نصف قطر الدائرة، ويرمز لها بالرمز نون قاف، مثل ميم سين، ميم ألف، ميم عين، ميم نون. كل قطعة مستقيمة واصلة بين أي نقطتين على الدائرة وتمر بمركزها هي قطر الدائرة، مثل ألف لام. لاحظ أن قطر الدائرة هو أكبر الأوتار طولاً، ويرمز له بالرمز قاف. انظر إلى الدائرة وأجب عن الأسئلة التالية. سمي الأوتار في الدائرة المجاورة. نتذكر أن الوتر هو القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين على الدائرة. فالأوتار التي لدينا هنا هي الوتر ألف با والوتر سين صاد. سمي قطر الدائرة. لاحظ أن قطر الدائرة هو القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين على الدائرة، ويجب أن تمر بالمركز. إذن القطر هو سين صاد. لاحظ أن القطر سين صاد هو قطر ووتر في نفس الوقت سمي جميع أنصاف الأقطار أنصاف الأقطار هي القطع المستقيمة التي تبدأ من منتصف الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة إذن ميم صاد وميم عين وميم سين هي أنصاف أقطار إذا كان قياس ميم عين يساوي 3 سنتيمتر أوجد قياس القطر سين صاد بما أن ميم عين يعتبر نصف قطر ويساوي 3 سنتيمتر إذن ميم سين يساوي 3 سنتيمتر وميم صاد أيضا يساوي 3 سنتيمتر وبما أن قطر الدائرة يساوي 2 ضرب نصف قطر الدائرة فإننا نستنتج أن قطر الدائرة يساوي 2 ضرب 3 سنتيمتر ويساوي 6 سنتيمتر لنساعد سامر على رسم دائرة طول نصف قطرها 6 سنتيمتر هل تعرفون أعزائي ما هي الأداء الهندسية التي تستخدم لرسم الدائرة؟ نعم إنها الفرجار ولرسم الدائرة يجب علينا أن نتبع الخطوات التالية أولاً نحدد مركز الدائرة بتحديد نقطة ونسميها ميم ثانياً نفتح الفرجار بمقدار طول نصف القطر وهنا في هذه الحالة نصف القطر لدينا 6 سنتيمتر إذن نحدد باستخدام المصطرة 6 سنتيمتر ونقوم بفتح الفرجار 6 سنتيمتر ثالثاً نثبت رأس الفرجار المدبب في مركز الدائرة ميم ثم نحركه بشكل دائري حتى نحصل على شكل الدائرة المطلوبة ولنأخذ مثالاً أخيراً يبلغ نصف قطر دولاب سيارة 28 سنتيمتر أوجد طول القطر بما أن القطر يساوي 2 ضرب نصف القطر إذن 2 ضرب 28 سنتيمتر القطر يساوي 56 سنتيمتر وبهذا نكون قد تعرفنا على الدائرة وأجزائها ورسمناها باستخدام الفرجار ترجمة نانسي قنقر